بدأت في باريس جولة جديدة من المفاوضات بين 175 دولة في محاولة للتوصل إلى معاهدة تساهم في وضع حد للتلوث البليستيكي وخلال افتتاح الجولة الجديدة من المفاوضات التي تستمر خمسة أيام قال رئيس اللجنة الدولية للتفاوض إن أنظار العالم تتجه إلى نتائج هذه المفاوضات في ظل تحدي كبير يواجه العالم بخاصة من الناحية البيئية ودع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في مقطع فيديو بثة خلال الافتتاح إلى أنهاء نموذج معولا وغير قابل للاستمرار لإنتاج البلاستيك وسهلاكه محذرا من قنبلة موقوتة وأوضح أن البلاستيك المشتق من النفط في تركيبه يدخل في كثير من الصناعات ومواد البناء والأدوات الطبية وغيرها وازداد إنتاجها السنوي بأكثر من الضعف خلال 20 عاما ليصل الـ 460 مليون طن محذرا من الزيادة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2060